من هو خالد الكمار؟ مين خالد الكمار؟ السؤال صعب تسدقى عمري ما تسألته عمري ما تسألته بهذه الصيغة قبل كده السؤال ده أنا بقيت أسأله مؤخراً لأن فعلاً بقى فيه ناس أنا عايزة أعرفهم وسرقته من سعاد حسني لحسين فهمي في خالي بقى لك من زوزو فكرة ما قلت له من أنت؟ أنا عايزة أعرف مين خالد الكمار أنت قلتلي برة على السوشال ميديا بدأ حبك للمزيكة من أمتى؟ عايزة أعرف عنك أكتر أقول لك أنا نظرتي لنفسي أو أنا شايف نفسي إزاي شايف نفسي إن أنا شخص بيحب يحكي في الأساس قبل أي حاجة أنا ما بعتبرش نفسي موسيقي قوي ولا بعتبر نفسي سينمائي قوي أنا بعتبر نفسي شخص قدر يلاقي طريقة إماه إن هو يعني يحكي حكاية إماه عن طريق اللي هو المزيكة ولكن أنا حتى حضرتك كنت تقولي لي مثلا نجيب الجيتار معي و أنا جاي أو حاجة فأقول لك لا أنا مش بازف لأن أنا فعلا يعني علاقتي بالمزيكة مش مش زي معظم الميزوشنز يعني أو مش زي معظم العازفين أو المؤلفين وكده لأن أنا أولا أنا علمت نفسي بنفسي ما تعلمتش آلة بشكل يعني متخصص بالعكس تعلمت مزيكة في الأساس عن طريق إن أنا كنت بسمع كتير قوي و حاولة طلع على الحاجات ساماعي والناحية الثانية أنا كنت بجيب الكتب بتاعت النوات الموسيقية مثلا اللي بيت هوفن وموتسرت ووخ الكلاسيك الميوزيك يعني و أذاكر النوات أنا مع نفسي يعني في علاقتي بالمزيكة بقيت علاقة نقدر نقول إن هي معتمدة على التكست قوي أو معتمدة على الكتابة قوي بس فأنا لحد دلوقتي بالنسباني حتى لما بيجي أقل في مزيكة مش بعذي في المزيكة أنا بكتبها يعني كل ما نزيكتي بتبقى مكتوبة بتألفها إزاي يا خالد؟ أو إمتى بيجي لك يعني جالك دلوقتي مسلسل وقالوا لك عايزين المزيكة بتاعتهم بتعملها إزاي أو إيه الستيجز اللي بتمر بيها الستيجز اللي بقى الستيجز دايما إن أنا بانهار وبحس إن أنا مش عارف أب طبعاً دايماً 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 يعني من أول ما ابتديت لحد النهار دول لحد كان متوقع إن هو يمكن مع مثلاً السنة الثانية أو الثالثة أو المسلسل الخامس أو العشر الموضوع هيفرق ولكن هو في الحياة ما بفرقش دايماً لما بيجي لي أي بروشيكت في الدنيا بحس إن هو ينهر ربيت أنا أهو أنا أنا مرة دي مش عارف وعندي كده كم خطوة محفوظة اللي هو يعني بروح لمراطعة يطلعها وبدوها أقول لها بس خلاص كده دي بروشيكت اللي بقى يعني هسبت فيها بقى فشل وهزويت إن أنا مش قد الموضوع كده وبيبقعد كم يوم كده في مرحلة الانهيار دي وبعدين آآ بيبقى في عارفة اللي هو إيه المكالمة بتاعت البروديوسر اللي هو يلا إحنا بنسلم دلوقتي دي بقى رعب فبس بحس إن هو ينهر ربيت لا لازم بقى اللي هو يعني اتعودت إن أنا على الأقل لمخزلش نفسي أو يعني اللي هو يعني آآ آآ أكون قد المسئولية قدام نفسي يعني فأول ما بتيجي المكالمة اللي هو بتاعت إن إحنا خلاص يعني دخلنا في الجد بلاقي فيه سويتش كده حصل والله مش عارف يعني أحطه في كلمات معينة أو حاجة بس اللي هو فيه فعلا سويتش بيحصل كده جواية اللي هو لا خلاص يعني هي هتطلع حلوة يا خلاص دي نهاية العالم بالنسبة لي يعني بس فبقى نغمس بقى تماما بتقوقع تماما آآ أنا عماتهم بتقوقع شخص طوائي جدا جدا فطوائي على فكرة وخجول جدا يعني أنا قدر أقول ده النهاردة من الأول أنا أوه مرة قابل خلد الكمار النهاردة طبعا اسمك كبير وغني عن التعريف بس أوه مرة قابله النهاردة وسعيدة سعيدة بالمقابلة دي بجد نكمل فقف بقى دقوقع أكتر من أنا أصلا في يعني في طبعات دقوقع أوه بس بقى اللي هو بقفل بقى تماما من الدنيا يعني ويعني بعتكف كده على العمل آآ وتبتدي تبدع وبتدي بقى آآ آآ بالزبط في يعني في برضو حاجة من الحاجات اللي بتساعد قوي إنه هو يعني إحنا كناس بتسمع مزيكة بشكل عام يعني كل فترة كده بتلاقي نفسك مولعب نوع معين من المزيكة أو كده فبيبقى له يا سعدي يا هنية لو أنا النوع اللي أنا مولعبي دلوقتي هو اللي أنا هو اللي مطلوب دلوقتي ودي حاجة بتحصل كل فين وفين كده قليل أكيد بالزبط بس ده لما بيحصل بحيث إنه هو خلاص إحنا كده اللي هو هعرف ألاقي نفسي بسهولة يعني في المشروع ده طيب النهاردة لو سألتك إيه أكتر حاجة بتخوفك من تأليف الموسيقى بتخوفني حاليا ولا حاليا لا دلوقتي دلوقتي أكتر حاجة بتخوفني إن إني يجي عمل أحس إن المزيكة مش قده أو إن المزيكة كانت مش بحجم العمل أو في نفس الوقت برضو بخاف إن المزيكة تكون بينها أكبر من العمل فبين أوفر يعني يعني أكتر حاجة بخاف منها إن المتفرج وهو بيتفرج يحس إن المزيكة غريبة دي بالنسبة لي يعني إحساس الغرابة ده هو أكتر حاجة أنا بخاف منها بالنسبة لي يعني الهدف الأسمى إن المزيكة تحس إن هو هو ده جزء من العالمة لو هو مشهد ده ما كانش ينفع غير بالمزيكة دي بالشكل ده اشتركوا في القناة